احنا النهاردة حيكون معانا كمان خلينا ننوه للناس يا كريم فقرة طبعا هنتكلم فيها بقى كده ونرجع بالتاريخ ونعرف ونسمع انا بحب كده نقعد اسمع بقى من الابطال اللي كانوا معانا دايما كده لما بنستضفهم ويحكولنا الحاجات والكواليس والصعوبات اللي واجهوها وتلاقي قصص بقى ناس شلت اصحابها وهي ميتة قدامهم ومشوا بيهم يعني كيلو المترات علشان لازم يخدوهم ما بيصبوش احنا ما بنسبش ورانا اي يعني جثس يعني احنا دايما هقول ايه روح جميلة كانت واحنا بنسمعها كده بنقعد الواحد بيفتخر حقيقي بان هو مصري انا بقول لحضراتكم النهاردة هيبقى معانا سيادة اللواء اركان حرب ساعد الدين مرجان هنقعد نسمع منه ونرجع كده ونستالجيا الورى ونشوف القصص والحكايات والبطولية اللي قدمها ابطالنا فأعتقد دي فقرة هتبقى في غاية الاهمية حضراتكم حقيقي لازم تتابعوها وقبل بقى كمان ما نروح ونكمل خليني بس اقول لحضراتكم برضو ان لو حد حابب يبعد كده ذكريات ولو ليك ابقى يعني والد حضرتك او فيه ابن في البيت تتعرف ان ما فيش بيت اصلا مصري ما فيهوش حد حارب يا جماعة كل بيت مصري يا حد منه حارب يا حد منه يعني كان شهيد فداء هذا الوطن فأعتقد ان الموضوع يعني فخر لنا جميعا وكلنا حاسين بالحاجات الصغيرة اللي احنا بنتكلم بها والتطحيات وكم التطحيات فابعتولنا لو حد حابب ان هو يبعتلينا على السوشال ميديا دلوقتي ونقراها مع سيادة اللواء في الفقرة ونشوف كده ذكريات حضراتكم دي هتبقى حاجة جميلة قوي نحن نشار مع بعض ذكريات دي اعتقد دي تبقى يعني لفتة حلوة